بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أضواء على الأجواء الخرافية المغالية التي أنتجت أسطورة الإمام الغائد أبو هاشم الجعفري نمودجا من هو أبو هاشم الجعفري وهل هو ثقة وكيف أصبح بابا للإمام المهدي وهو لم يره في الحقيقة معظم الشيعة هذه الأيام يؤمنون مثلا الذين يؤمنون بنظرية الإمامة الإلهية والاثنى عشرية يعتقدون بأن هناك اثنى عشر إماما نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما في قائمة واحدة كما يقول البعض هو النبي يسمعهم واحد واحد يعني تنبأ بأنه سوف يأتون هؤلاء خلال القرون الثلاثة القادمة أو أنه لا النبي وصل الإمام علي والإمام علي وصل الحسن والحسين وهكذا تسلسلت نظرية الإمامة إلى الثاني عشر وبالثاني عشر هذا كان موجود ومولود وغاب هكذا يعتقد عامة الشيعة ولكن بقراءة التاريخ الشيعي بجقة في الحقيقة نكتشف كثيرا من الأمور نكتشف أولا عدم وجود نصوص على الإمامة الإمامة الاثنى عشر والمتكلمون والمنظرون الذين كتبوا في هذا المجال يقولون نعم صحيح لا توجد نصوص ولكن توجد مثلا نحن نعرف الإمامة بالوصايا واحد يوصل آخر فهذا يصير إمام بعد وهذه الوصايا أيضا لا توجد فيه عدد من الإمامة فهم يعتمدون بصورة رئيسية على ما يسمى بالمعاجز يقولون هؤلاء الإمامة عندهم معاجز وعدهم المغيب ولذلك احنا آمننا بهؤلاء ولم نؤمن بأخوتهم مثلا البقية فيعلفون قصص لما نقرأ التاريخ الشيعي نشوف أنه تبدأ القصص من إمام علي رد الشمس مثلا إلا بقية الإمامة واحد 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 كيف كانوا يعني يقومون بالمعاجز وعلى رأس المعاجز هي معجزة تكلم الحجر الأسود لإمام زين العابدين بعد عنده في نزاعه هكذا يقولون هو ما كان أصلا أكون نزاع ولكن يقولون صار نزاع بين محمد من الحنفية الذي تولى قيادة الشيعة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وابن الحسين اللي هو زين العابدين أنه تعال اتبعني ما اتبعني قال لا مش نحتكم الحجر الأسود هذه هذه معجزة أساس نظرية الإمامة في الحقيقة نظرية الإمامة الإلهية عندما نقرأ تعليق أئمة أهل البيت الظاهري والعلني نجدهم ينفون هذه النظرية كل أم ينفون ولا يدعون ولكن الذين قالوا بإمامتهم الإلهية من الله قالوا بصورة سرية وبصورة بطنية مخفية وهم كانوا مجموعات صغيرة مغالية حول الأئمة كانوا يغالون فيهم مثل ما الآن يشوفون كيف يغالي بعض الأتباع أتباع الزعماء الموجودين حاليا كيف يغالون فيهم ويرفعهم إلى درجات أليا فكيف يبديك الأيام نفس الشيء كان ولذلك كان غموض في تسلسل الإمامة ولذلك كان الشيعة يختلفون بعد وفاة كل إمام ويتفرقون إلى فرق عديدة حتى صاروا في القرن الثالث حوالي سبعين فرقة لماذا؟ لأنه ما كان فيه نصوص واضحة وصريحة مثل ما نعتقد في قائمة مسبقة بأسماء الأئمة كلهم واحد واحد هذا ما كان موجود الغلاة كانوا يدورون حول الأئمة ويغالون فيهم مو فقط كانوا يقولون هؤلاء أئمة من الله إنما الغلاة أيضا كانوا يقولون هؤلاء أدم غيب وتنزل عليهم الملائكة وهم شبه أنبياء أو شبه آلهة أو نصف آلهة أو آلهة كما قال بعضهم الخطابية قالوا والغلات من السبائية إلى الخطابية إلى النصيرية كانوا يقولون الله حل بالأئمة حتى الآن يوجد من يقول بذلك من الغلاة بسمهم علي اللهية فكانوا يعتقدون أن الأئمة الله حل فيه مثل المسيحيين تكونت نظرية الاثنى عشرية كما قلنا مرارا بعد وقوع الحيرة بوفاة الإمام الحسن العسكري دون خلف ظاهر وهو ما قال أنا عندي أولاد أصلا ولم يتحدث حتى عن مصير الإمامة بعده وأحسب الموت ووصى وصيته عندما أحسب الموت ولم يتحدث عن الإمامة إذن شوفوا يعني الإمامة الإلهية ما كانت في الشيء أهل البيت كانوا يؤمنون بها ولكن النغلات كانوا يتحدثون عن ذلك وكانوا يختلقون الأحاديث الأحاديث ينسبوها إلى أئمة السابقين ويركبوها على أحداث معاصرة أو أحداث ستأتي بالمستقبل هكذا كانوا يحول للناس أنوا شوفوا تحققت الأنباع اللي قديمة وحدث ما كان يقولوه الأئمة السابقون هم اختلقوا جديد ما كان الحديث موجود سابقا فإذن بيئة يعني ولادة النظرية الاثنى عشرية كانت بيئة مغالية وسرية كانت هناك نظريات معقولة نظريات معقولة ومنطقية مثلا أن الأئمة علماء أبرار هذا موجود في التراث الشيعي أحاديث موجودة أصحاب الأئمة كانوا يقولون ذلك أن الأئمة هم علماء أبرار رواة أحاديث هم كانوا يقولون نحن رواة أحاديث النبي فالسنة النبوية جاء عن طريق هؤلاء هذه النظرية المعتدلة الشيعية نظرية أخرى تقول لها هي الحق بالحكمة كان لهم وهم يتسلسلون في هذه السلالة العلوية الحسينية المساوية ثم كانوا أيضا يواجهون مشاكل مثلا أحيانا الإمام يتوفى مثل الإمام الرضا وعند طفل عمره سبع سنوات فكيف يصبح هذا الإمام كان يختلفون وكانوا يذهبون إلى واحد آخر أخو الإمام الرضا مثلا أحمد ابن موسى وكذلك الهادي أيضا عندما توفي الجواد أمره خمسة وعشرين سنة وابن الهادي كعمره ثمان سنوات أيضا حدثت مشكلة والهادي وصّى إلى يعني ابنه محمد قال هذا سن محمد المتفون في بلد في زمراء قال هذا سوف يكون إمام بعدي وتوفي في حياته فحصل البداء مرة ثانية في التاريخ الشيعي المرة الأولى أنما أوصى الإمام جعفر الصادق إلى إسماعيل وتوفي في حياته فقال لقد بدأ لله في إسماعيل نفس الشيء حدث بعد عن الهادي في زمن عن الهادي قال أنه محمد ابني هذا بعدي ومات قبله في حياته لأن الأمر المسألة ليس من الله مسألة يعني عادية كانوا يتكلمون ولكن الغلاث كانوا يكبروهم الشغلة فيرون أنه قال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل نفس الشيء صار ونقل الإمامة إلى الحسن العسكري المشكلة أنه يعني في أهد الإمام الهادي اختلف شيعته أو أبناؤه ثلاث فرق صاره فرقة قالت هذا سيد محمد المسأل في بلد هذا أصلا ما مات هذا هو المهج المنتظر وهو باقي على قيد الحياة سموهم المحمدية فرقة اسمها المحمدية ذيك الأيام كانت وفرقة راحت للحسن العسكري وفرقة راحت إلى أخيه جعفر جعفر ابن علي الهادي في زمن الهادي اختلفوا الأخوان يعني ثم تكرس هذا الاختلاف بعد وفاة الهادي فعندما توفي الحسن العسكري وما عنده أولاد تقوى التيار الآخر أو الفريق الآخر الذي قال بإمامة جعفر فشفتوا حسن العسكري ما عنده ولد فإذن هو لم يكن إماما أصلا وكفروها أصلا بعضهم كفروا للحسن العسكري مثلما عبدالله الأفطح توفه وما عنده أولاد فراحوا إلى موسى بن جعفر وشطبوا اسم عبدالله الأفطح من القائمة كذلك هذا الفريق فريق الجعفرية يعني أطبع جعفر ابن علي الهادي شطبوا على اسم الإمام الحسن العسكري أو قالوا طيب بسهوة ما عنده أولاد روح إلى أخيه جعفر فجمعوا يعني لبكة كانت ويعني في مشكلة فعلا كانت كبيرة في تحديد الإمامة ومن هو الإمام وصراع بيناتهم في هذا الجو يبرد شخص اسمه أبو هاشم الجعفري أبو هاشم الجعفري يعتبروه شيعة الآن من هذا من الثقات وهذا كان علوي هو يعني نسب إلى الإمام جعفر الصادق أيضا يعود وهو كان يعني شيخ كبير جدا وأيد الحسن العسكري يعني كان هو مشايف الجواد وشاف الهادي وشاف الحسن العسكري وبقى بعد الحسن العسكري رجال كبير كان بالعمر بس هذا كان يعني مثال على الخرافة والسطورة والغلو سنجي نشوف ولكن بعض الناس يقولون هذا هو يستشهدون فيه يقولون هذا هو يروي ولادة محمد بن الحسن العسكري فهو إذن ثقة وبالتالي ناخد بكلامنا ويعتبروها رواعته صحيحة الآن نجي نشوف من هو الثقة ومن هو شكك فيه وشنو كان هو طبيعته شنو كانت وشلون كان هو يخوض المعركة قبل وفاة الحسن العسكري كان يؤيد الحسن العسكري ويجيب له قصص حتى يدعم شرعيته أو يدعم مثلا مرجعيته أو يدعم إمامته لأنه هذا هو الإمام حسن العسكري مو جعفر مثلا أو موسى محمد اللي مات فكان يتكلم فإذن هو يعتبر هذا أبو هاشم الجعفري دائما يستشهدون فيه الآن ذول الناس اللي يقولون أحاديث صحيحة أحاديث صحيحة يقلدون يعني ذول اللي يصححون الأحاديث يقلدون علماء الرجال الشيعة أو الفقهاء الشيعة أنه صحح وهذا فإذا نوصح صحيح بينما إحنا إذا جئنا درسنا حياة هذا الإنسان نعرف أنه هذا كان إنسان فعلا موثوق والثقة لو كان إنسان شوية محشش يعني حقيقة فلذلك نحاول نلقي الضوء على الأجواء الخرافية المغالية التي أنتجت أسطورة الإمام الغائب وهذه الشغلة مطبيعية أنه ولد هو أبو يقول ما عندي ولد ويجوا الناس بعدين ينسبون إلى ولد ويقولون هذا باقي وهو إمام وهو المهجي منتظر وباقي على قيد الحياة اليوم صار ألف ومتين سنة هذه قصة ما بيأي دي شرعي لا من القرآن ولا من السنة النبوية ولا من الواقع لذا وقعنا إحنا الشيحة اليوم في هذا المطاب الخرافي وسونا هذه الخرافة عقيدة فهذه المشكلة هنا عقيدة اللي ما يؤمن بيها يصير كافر كما كان الشيخ المفيد يقول الميؤمن بالإمام الثاني عشر هذا كافر يصير الآن الأمام يكفرون ولكن يقولون لا إحنا المذهب الحق والبقية على باطل وعلى خطأ وهم يعايشين خرافات وأساطير في ناس يعني هناك عوامل عديدة لولادة أو إنشاء هذه العقيدة المصالح المادية والمصالح السياسية من الحكام العباسيين الذين يعني دعموا هذه المقولة الخرافية الأسطورية لغاية في نفس يعقوب كما يقولون فنشوف الآن يعتبر أبو هاشم الجعفري أحد هو أحد أدعياء النيابة الخاصة مثل النواب الأربعة هذا ما كان يدعي النيابة الخاصة للإمام المهدي محمد بن حسن العسكري كما يقول السيد ابن طاوس بالقرن السابع هذا كان في كتابه ربيع الشيعة معروف هذا ابن طاوس يقول أن أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري كان من سفراء صاحب الأمر وأبوابه المعروفين الذين لا يختلفوا الإمامية القائلون بإمامة الحسن بن علي فيهم ماذا كان رجال كل استكعال لأن هو أسس مؤامة الحسن العسكري ودعم الحسن العسكري ثم دعم فرضية وجود ولد له في السر وبصورة عامة يعتبر هذا أبو هاشم الجعفري من الرجال الموثوقين الذين يعتمد الإثنى عشرية على قوله بولادة ووجود الإمام الثاني عشر فهل كان فعلا رجلا موثوقا وقد رأى حقا ابن الإمام الحسن العسكري حتى يدعي النيابة الخاصة والبابية عنه هذا هو سؤال اليوم وقبل أن نبحث في هذه الشخصية يجدر بنا في البداية التنبيه إلى حقيقة لا أعتقد أنها تغيب عن ذهن أحد وهي كثرة تفرق الشيعة في القرنين الثاني والثالث اليجريين واختلاق كل فريق ما يشاء من الروايات ونسبتها على الأئمة من أهل البيت تعييدا لما يذهب إليه وقيام بعض الفرقاء بنسج روايات لها طابع الزمان الماضي عن جاية من الأئمة السابقين من إمام الحسن المشتبى من إمام الجواب من إمام الصادق وتتحدث عن المستقبل سيكون كذا وكذا 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 سيأتي فلان اسمه إمام مثلا اسمه الحسن وهذه الروايات اللي نسجيها الذي يصوره المستقبل الذي يصوره ذلك الفريق كما يشته كل واحد يجيب روايات على نفسه على فريقه على جماعته في محاولة لإرفاء صفة الإعجاز وإلم الغيب على الرواية شوفوا وهذه الرواية معجزة حقيقة إمام العسكري قال إمام الحسن المشتبى قال كذلك إمام الصادق قال قبل 100-200 سنة وتحققت الآن بما نقوله نحن ومن الأمور التي حدث فيها الخلاف بين الشيعة الإمامية مسألة إمامة الحسن العسكري نفسه قبل أنه موجود لما موجود هو إمام لما مسألة بالتاريخ الشيعي التاريخ يروي أنه حدث حولها خلاف التي اختلف فيها شيعة أبيه الإمام علي الهادي بين من قال بإمامة محمد بن علي الهادي المسفون في بلد سيد محمد يسمون الآن قرب سمراء وكان يقولون بعدم وفاته في حياة أبيه مثل الإسماعيلية قالوا إسماعيل لم يموت ثم قوله هذا الفريق بغيبة سيد محمد ومهدويته وانتظار ظهوري في المستقبل هم سنقرضوا بس لو نرجع اللي وراء نشوف هم كان يجبون أحاديث وقصص وروايات ولكن الاثنى عشرية ما سجلوها طبعا لأنهم تعجبهم أو ما يؤمنون بها وإنكار إمامة الحسن العسكري كانوا جماعة سيد محمد ينكرون الحسن العسكري إمام يقول لا هذا مو إمام هذا فريق وبينما قال بإمامة جعفر بن علي الهادي مو الحسن العسكري وإذا ما تقبلون بالنص عليه من أخيه سيد محمد قال هذا أخويا يصير مثلا إمام بعدي أو إذا أيضا ما تقبلون ما صدقون بالأحاديث فالحسن العسكري توفى وما عنده ولد فأخوه جعفر يصير إمام هلشكل كانوا يعني بهال طريقة وبهال بساطة يركبون الأحاديث والقصص ويدعمون هذه الشخصية أو ذاك وبين من قال بإمامة الحسن العسكري الذي اعترف بأنه لم يحدث هناك رواية يرويها الشيخ الطوسي يقول الإمام العسكري أنه لم يحدث خلاف على أحد من الأئمة مثل ما حدث الشك فيه والاختلاف والشك فيه هذا يعني نتأكد حدوث الخلاف والشك والصراع بين الشيعة في ذلك الزمان فهو يقول يعني فعلا حدث خلاف هذا شيء مؤكد يعني طيب هنا في هذا الخلاف وهي المعركة هذه والصراع اللي كان بين الأخوة وبين أتباعهم يجي هذا أبو هاسم الجعفري لعبه دورا كبيرا في تثبيت إمامة العسكري لمجموعة طبعا وفي البداية أترف هذا أبو هاسم الجعفري بأن الإمام الهادي هو الرواية ينقلوها الشيخ الطوسي ولمنفيه كل مرون هذه الرواية فاعترف بأن الإمام الهادي كان قد أشار إلى السيد محمد السيد محمد في بلد ودل عليه ونقل حديثا عن الإمام الهادي أنه قال أنه بدأ لله في أبي جعفر وصير مكانه أبا محمد كما بدأ لله في إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبد الله الصادق ونصبه مثل ما صار قبل 150 سنة أو 100 سنة مع الإمام الصادق وإسماعيل فنفس الشيء صار مع سيد الحمد مات في حياته و الجعفري يروي هذه الرواية يقول يعني في الفاتحة كنا قاعدين وإجه الحسن فقال له يا ابني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرها أو أحدث فيك نعمة روايتين أكو يعني الحسن العسكري لم يكن إمام ولكن هو يعرف نفس إمام ولا إمام الهادي كان يعرف أن الحسن العسكري وحسن الإمام بعده في يقول أنت الآن فهذا مات أخوك أنت صرت المكان هذا أبو هاشم الجحفري يروي هذه الرواية ومع أن الجحفري في هذه الرواية يعترف بإشارة الإمام الهادي إلى ابنه سيد محمد والدلالة عليه في البداية إلا أنه يروي رواية أخرى عن أبي جحفر الثاني محمد الجواد يعني ينقل رواية عنه أبو الإمام الهادي ينقل فيها رواية هو يقول أنا شفت الجواد وجواد حدثني برواية حديث يروي عن الإمام الحسن لمجتمع قبل 250 سنة ويذكر أسماء الأئمة إلى الحسن العسكري يقول الإمام الجواد قال لي هذه الأسماء القائمة كلها من أول واحد إلى آخر واحد من دون أن يشير طبعا في هذه الرواية من دون أن يشير إلى مسألة البداع شلون الإمام الجواد يروي رواية عن العسكري عن الحسن المجتمع ويقول اسم الإمام العسكري وهو نفس أبو هاسم الجعفري يروي رواية مسألة البداع حدوث البداع في سيد محمد أن الهادي رح أوصى إلى سيد محمد والتعيين المسبق للسيد محمد ثم تنصيب الإمام العسكري مكانه وإذا كانت هذه الرواية صحيحة أنه الإمام الحسن كان يعرف بأم الحسن المشتبى أخو الإمام الحسين كان يعرف بأسماء الأم وبعد 200 سنة من راح يجي إمام فكيف لم يعرف الإمام الهادي وراح أوصى إلى ابنه محمد بالإمامة ثم عدل عنها إلى ابنه الحسن بعد وفاة أن تكون إحدى الروايتين كاذبة وغير صحيحة واثنين ينرويين أبو هاسم الجعفري وهكذا يظهر لنا موضوع اختلاق الروايات على لسان الإمام تأييدا للمذاهب المختلفة يعني هذا أبو هاسم الجعفري كان يمين إلى الحسن العسكري فسوالي رواية على لسان الجواد جد الحسن العسكري ويروي رواية عن حسن المشتبى قبل مئتين سنة أنه أنت ستكون إمام طيب كيف لك إمام الهادي يروح يوصي إلى سيد محمد فشوفوا هذا أبرز مثل على اختلاق الروايات على لسان الإمام السابقين تأييدا للمذاهب الجديدة التي كانت تحدث والصراعات بين الأخوة ومما أن النص على الإمام الحسن العسكري كان غامضا هذا هو ديروي أبو هاشم الجعفري جماعة جعفر كانوا يرفضون ما يصدقون يقول لا جعفر الهادي أوصى إلى جعفر أو دلاك أوصى إلى سيد محمد وسيد محمد مامات فكان فيه غموض وكان فيه إشكال وكان فيه صراع ومحل شبهة ونزاع بين الشيعة الإمامية وبين أولاد الإمام الهادي نفسهم كان فيه صراع يعني بيناتهم لجأ أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري إلى اختلاق مجموعة من الروايات الأسطورية القائمة على دعوة ألم الإمام العسكري بالغيب قام يجيب قصص يألف قصص من عنده أنه إمام العسكري الحسن العسكري كان يعلم ألم الغيب كل قصص اللي يجيبها على أساس هذه معاجز وهذه أدلة على إمامة العسكري فكان يختلق هالقصص ويرويها وكلها موجودة ب الشخص صدوق والتوسي والمفيد وذولة والتي يرويها الجعفري بنفسه ويقول أنها حصلت له وكلها قصص هو يعني التجارب الشخصية عنده ولا يمكن التأكد منها بصورة مستقلة ومحايدة ما نقدر نعرف ما حد آخر يعني ما يرويها و فقط هو إذا صدقنا لازم نصدق الأشياء وإذا ما صدقنا نكذب يعني غيب دعواه بأنم الإمام للغيب هو كله يقول إن الإمام كان يعلم أنم الغيب مثلا نحن نشوف شلون القصص هذه سعبر عن الجو اللي كان ديك الأيام الاستدلال على إمامة هذا وإمامة ذاك بهال القصص الإسطورية المغالية الخيالية المخالفة القرآن الكريم حتى يقول جعفري إنه سمع الإمام أبا محمد العسكري يعني يقول ذات مرة إن من الذنوب هو سمع لي يتكلم الإمام إن من الذنوب التي لا تغتفر قول الرجل ليتني لا أخذ إلا بهذا يقول سمعت لي يحكي هالكلام فقلت في نفسي إن هذا لهو الدقيق ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء يقول أنا بس فكرت الشكل قلت في نفسه فأقبل أبو محمد فقال يا أبو هاشم صدق فالزم ما حدثت به نفسك بصراحة هو أفتهم هذا يفكر قال إيه صحيح كلامك فإن الإشراك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا فإمام عنده علم غيب بسرعة أفتهم هذا أول رواية وهكذا يتحدث الجعفري عن ألم الإمام الهادي قبل لما يفكر فيه الجعف كله يقول أنا أفكر وذاك افتهم لما يفكر به الجعفري غيبيا في مسألة البداع لما حدث الوفاة وفاة سلم حمد يقول كان قاعد بالفاتحة يعني بالمأتم يقول فإني لأفكر في نفسي وأقول هذه قضية أبي إبراهيم يعني سيد محمد وقضية إسماعيل نفسي صارت في القصة عند أفكر الشكر فأقبل علي أبو الحسن اللي هادي يعني فقال نعم نعم يا أبا هاشم هو كما حدثتك به نفسك وإن كره المبطلون لي صحيح هذا مثل ذكر القصصات البداية فالإمام هادي كان عنده ألم غيب واكتشف أنه هذا بنفس شي يفكر ويضيف أبو هاشم الجعفري إلى حكايته رتوشا أخرى فيقول دائما هذه الحكايات التي كان نقولها عن إمام العسكري يقول كان يحتاج إلى المال فالجيوم كان محتاج فلوس ولم يطلبه من العسكري استحياء فأرسل إليه الإمام ما لن دون أن يطلب منه دازل الفلوس رأسا بس هو كان يعني شعر يحتاج داك دازل الفلوس وكذلك يقول إن الإمام علم بنية أبي هاشم في طلب فص فأعطاه خاتما يقول أنا كنت أفكر أخذ من فص لخاتم يعني أو حص كما يقول اللبنانيون فبس أنا فكر ذلك الشكل قام أعطاني خاتم إليه شون بيعرف يعني تلباثي عندي يعني ويعتبر الجعفري إخبار الإمام العسكري له عن مشاهدة حصلت له في الطريق يقول كنت أجي للبيت وصارت عركة بالطريق فأني بس وصالت قال لي إيه أكو عركة صارت بالطريق فيعتبر هذا شون الإمام العسكري عرف عركة بالطريق صايرة نوعا من الإعجاز والعلم بالغيب الدال على إمامة الإمام العسكري هذه من القصص التي يجيبها على المعاجز هذه الإمام العسكري ويتحدث أبو هاشم الجعفري عن علم الإمام العسكري بأدق التفاصيل السرية التي لا أعلم يعرفها كمعرفته بإفطار أبي هاشم البارحة قال لي كيف الفطر وكيف نوع الخبز الذي أكله ونوع الخبز الذي أكله قال لي أنت البارحة أكلت فلان أكله وفلان خبز أكله يعني أشياء مضحكة حقيقة لكن هو يسويها ويخبر أنوان وقال لي كذا وكذا كما يتحدث عن معرفة الإمام العسكري بحقيقة رجل كان يتجسس عليه وكشفه هويته لأبي هاشم قال لي هناك رجل يا أبي هاشم يتجسس عليك فلان ابن فلان فعرف الإمام هذا الشي وتأتي هذه الروايات في سياق الروايات التي يسوقها القائلون هذا كله يروهها منه الشيخ الطوسي والمفيد والذول يروهون هذه الروايات التي عن أبي هاشم ونهاشم معاجز الإمام العسكري التي يسوقها القائلون بإمامة العسكري لإثبات إمامته بالمعاجز بدلا من النص لأنه لا يوجد نص واضح صريح على العسكري يروهون هذه المعاجز التي يتحدث بها أو يختلقها بالحقيقة هذا أبو هاشم الجعفري ويتحدثون عن علمه غيبيا أو يتحدث هو أيضا هذا أبو هاشم عن علمه عن العسكري كان بسرحة يعرف بحقيقة غنى سائل كان يتظاهر بالفقر يأتي واحد يستعطي قال له هذا ليس فقير هذا غني أعرف هذا غني أده علم غيب أو علمه بموت فرس بعد أيام عند صديق عند فرس الإمام العسكري شاف الفرس قال له روح بيها بسرعة قال له ليش قال له راح تموت بعد كم يوم زين هذا صرغوش أيضا بس المهم هاي معجزة أعرف أنه هاي فرس راح تموت وإشارتي على صاحبها ببيعها سريعا قبل أن تموت هاي المغيب كل قصص المغيب واكتشاف العسكري اكتشاف نوايا بعض الخدم اللي عند الخدم وعزمهم على شرب الخمر هم نوا وشربون الخمر فهو افتهم وافتهم أيضا دولا مقررين يعني تكرمون يتلاوطون بيناتهم هذا العسكري يقول اعرفهم دولا ومعرفته بعطش إنسان وطلب الماء إله دون أن يطلب هو واحد يجى مثلا حران تعبان جاي من بره قاعد فالإمام العسكري عرف هذا عطشان جاب له ماي هاي صارت معجزة تدل على إمامة العسكري فواحد تشوف الإنسان جاي تعبان وكذي يلهت فتجيب له ماي مفت قضية قضية عادية سواهم معجزة وبعد عنده فتقصة عجيبة غريبة هذا أبو عاشم الجحفري اللي يقولون هذا ثقة وهذا نائب الإمام مهدي شوفوا شون من حكي ومن روايات عنده عنده قصة يقول يقول رأى الإمام العسكري يحك الأرض بعصا يتد يحك الأرض ويخرج الدنانير الذهبية منها ويعطيها له ومعرفة الإمام بحاجته إلى المال بصورة غيبية يقول عن شي تحتاج فلوس فرحت للإمام ما حكيت شيوية هو أرف أرف أنا أريد فلوس فأخذ العصايا وصار يحك الأرض هذه معجزة وطلع فلوس لإراد الذهبية والطانية لنانير ذهبية منه شاف منه درة منه كذا هو يألف يألف قصص من هالقبيل دائما معاجز وعلم غيب وعنده قصة فعلا الضحك كثير يقول ولا يكتفي أبو هاشم الجعفري بذلك بل يقول أنه شاهد يوما الإمام العسكري وهو يكتب كتابا قاعد يكتب صار وقت الصلاة فترك الكتاب وقام يصلي الإمام العسكري ترك القلم وترك الدفتر على الأرض وقام يصلي وإذا بقلم الإمام ينهض بنفسه القلم نهض وليكمل الكتاب أثناء قيام الإمام بالصلاة قام هو القلم يكتب من وحده عليكم الله هذه الناس لا يعرفون القصص هم لا قارينها أكثر لنا يقول أبو هاشم جعفري هذا ثقة وصحيح وقال الحديث عن إمام مهدي إذن فهذا أقرأ قصصها أقرأ روايات أقرأ المعاجز التي يرويها والأشياء التي يبينها يعني هذا قصص لا النبي محمد كان يسويها ولا المعالي ولا حسن الحسين هذا كان يتخيل ما كان حقيقة ما عرف ما كان يأتي ويروي هذه روايات وقال لو ترويها الحساسين يضحكون عليها وبعدها نأخذ ديننا من هذا الرجال مصيبة هذه حقيقة وهذه كل القصص التي يجيبها على إمامة الحسن العسكري الذي ثبت مقابل جعفر ومقابل جماعة سيد محمد وعندما توفي الإمام الحسن العسكري دون أن يخلف ولدا ظاهرا تستمر الإمام فيه بصورة عمودية إلى يوم القيامة وجد أصحاب جعفر بن علي الهادي أخوه الحسن في ذلك وفاته وما عنده أولاد دليلا على عدم صحة إمامة العسكري كما وجد أصحاب الإمام موسى الكاظم في وفاة عبد الله الأفطح دون ولد ظاهر دليلا على عدم صحة إمامتي قالها أصلا مو إمام اشتبهنا أخطأنا رحنا إله غلطنا بالنمرة قسم من القائلين بإمامة العسكري إلى القول بإمامة أخي جعفر قالوا لا مو مشكلة الآن ننتقل أخو جعفر خاصة بعد وفاته دون خلف ظاهر وذاك يمكن أن يدع عليه نص ويدع حتى ما عاجز يمكن كان يدعو ولكن قسم آخر أصر على افتراض وجود ولد له العسكري ورفض إمامة جعفر هذا الفريق الاثنى عشرين اللي صار بعدين وكان منهم أبو هاسم الجعفري هذا لعب دور كبير في تثبيت إمامة الحسن العسكري وتثبيت ابن إله الذي قال في البداية أن الإمام الجواد كمان رونا لكم الحديث قبل شوية أن هو أول شيء قال الإمام الجواد ذكر له أسماء لأم واحدا واحدا حتى الحسن العسكري وأضاف وأنه قال الجواد وقال أشهد على رجل من ولد الحسين لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر يظهر أمره فيملأها عثلا كما مليئ ظلما وجورا يعني الإمام مهدي يقصد كلام عام جاب ولم يحدد هوية الإمام الأخير قال أشهد على رجل من ولد الحسين ونفذ واحد يصلح أول شيء قال ونقل عن الإمام الهادي أنه قال جاب رواية ثانية قال الإمام الهادي قال لي الخلف من بعد الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت ولماذا جعلني الله في ذلك ليش يعني شنو مشكلة فقال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره أصلا ما يجوز لكم تجيبون اسمه فقلت فكيف نذكره فقال قولوا الحجة من آل محمد فالواحد الحجة من آل محمد ما تحددون اسمه ولا شوفوا شوفوا هاي الرواية وكما يلاحظ فإن أبو هاشم الجعفري لم يحدد في هاتين الروايتين هوية الإمام الجديد بعد العسكري قابل واحد يطلع ولكنه عاد بعد ذلك ليقول إن الإمام العسكري قال له من قبل عندما كان معه في السجن أيام المهتدي في اليوم من ثلاثة يبدو كان معتقالين يقول إنه سيرزق ولدا يقول الإمام العسكري قل لي إلي إنه راح يرزق ولد في المستقبل وجاب الرواية من متى ما قبل أربع خمس سنوات أو عشر سنوات مثلا حيث يروي رواية تقوم على أيضا مادة ألم الإمام بالغيب والإمام العسكري بالغيب يقول كنت محبوسا مع أبي محمد في حبس المهتدي ابن الواثق فقال لي يا أبو هاشم إن هذا الطاغي أراد أن يعبث بالله في هذه الليلة وقد بثر الله تعالى عمره وقد جعله للقائم من بعده راح يسد الحكم للي بعده ولم يكن لي ولد يقول الإمام العسكري يقول أنا ما عندي ولد الآن وسأرزق ولدا أنت ألم غيب أنه راح يطي ولد قال أبو هاشم فلما أصبحنا شغب الأتراك على المهتدي فقتلوه وولي المعثمد مكانه وسلمنا فشوفوا هذه معجزة الإمام العسكري قال راح ينقتل وأنا راح يسد أندي ولد بعده ما قاعد منه هو شنو ومتى وهنا يتحدث عن ألم الإمام العسكري بمقتل المهتدي قبل حدوث الشغب عليه وهذا من ألم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وفي هذه الرواية ما هو ظاهر من دعوة ألم الإمام بالغيب أيضاً وإخباري عن ولادة ولد له في المستقبل مو بس راح ينقتل هذا الخلف العباسي لا أنا راح يجيني ولد بعده وهذا أيضاً مما لا يعلمه إلا الله تعالى ومع ذلك فإن الجعفري يكاد يعترف بجهله بوجود ولد للإمام وتاريخ ولادته فيقول في رواية أخرى إنه قال لإمام العسكري يوم يقول أمام العسكري الظاهر ما كان عنده ولد فيقول أنا في اليوم قلت له جلالتك تمنعني عن مسألتك أنا أستحي أسألك فتأذن لي في أن أسألك قال سل قلت يا سيدي هل لك ولد أنتك أولاد إذا عند أولاد كنت تشوفهم وإنت قريب وإنت أيضا من أهل البيت يعني علوي أنت ليش بتعرف سيسأل عندك ولد لو ما عندك ولد هذا هو ما يقول الآن قال نعم العسكري قال لي إيه نعم عنده ولد ما قال له وين أخل أشوفه قال قلت فإن حدث حدث إذا أنت متلت فأين أسأل عنه فقال بالمدينة طب ليش بالمدينة هو طفل صغير سنوات أمره يعني بضع سنوات على أساس أو سنة سنتين أنت تشوفت المعمل العسكري وسألت وقال لك أنا عندي ولد لماذا حاط في المدينة وماذا ما هو ولد بشا مرة على أساس فهي قصص سواه يقول إيه هاي طبعا بعدين قال يقال لي في قصص أنه والله أنا في اليوم سألت العسكرية عندك ولد أو قال إيه عندي ولد وأين هذا ولدك بالمدينة وهنا لا يقول أبو هاسم الجعفري أنه شاهد ابن الإمام العسكري ولا أنه الإمام بعد وأن هذا ولد هو الإمام وإذا لم يكن الجعفري يدعي مشاهدته أو اللقاء به فكيف عرف أنه هو الإمام وكيف أصبح بابا له أو نائبا عنه بعدين قال أنه نائب عن هذا ولد وإذا كان هو يقول بأن ابن العسكري لا يورى هو يروي روايه يقول الإمام الهادي قال كيف أبن خلفي بعد الخلف قال لماذا قال أنه لا يورى لا يشوف هذا فشلون أنت شفت بعدين واخدت نيابة من عنده وهو طفل صغير وكذلك النواب الآخرون إذا صدقنا هذا أبو هاسم الجعفري هو يقول لا يستطيع أنه هذا الولد لأنه ما حد ما كان يشوفه بالحقيقة فركبوا روايات أنه هذا لا يورى بس موجود بس لا يورى شبح فكيف ادعى النواب الخاصون اللقاء به والنيابة عنه أيضا وهذا واحد تقع على أساسه يقول ما حد ما يشوف هذا الولد والمشكلة في هاتين الروايتين أن الشيخ الطوسي يرويه ما بلا سند عن سعد ابن عبد الله الأشعر القمي وهذا هو من أكبر أقطاب الفريق القائل بوجود الولد بافتراب وجود الولد وكان متحالف مع أدعياء النيابة الخاصة النواب الأربعة عنده كتاب المقالات والفرق هذا مشهور نفس وقت يعني في أواخر النصف الثاني من القرن الثالث الهجري فهذا دير وعن هذا منه كذب منه صدق هل أبو قاسم أبو هاشم الجعفري قال هل أحاديث والقصاص أو هذا ألف عليه رواه عليه وهذا كان متحالف مع أدعياء النيابة الخاصة سعد بن عبد الله الأشعر القومي مما يحتمل اختلاقه لتلك الروايات ونسبة لها الجعفري ممكن هاي النسبة تكون خاطئة ممكن الجعفري يكذب يألف روايات وهي غامضة حتى يعني ما يقول أنا شفت ولا أنا كذا يجي رواياتها كذا ومع أن علماء الاثنى عشرية الفرقة الاثنى عشرية اللي تكونت بعد ذلك في القرن الرابع وصدقوها الروايات والقصص اللي كان يعلفوها الناس اعتبروا أبا هاشم الجعفري من الثقات وحتى الآن شفوا الناس يقول لك هذا ثقة هذا رواية ثقة وهذا ولم يتوقفوا عند رواياته الأسطورية المخالفة لكتاب الله المجيد والتي تدعي علم الأئمة بالغيب الإمام العسكري بالذات ولم يحققوا في دعواها الأخرى التي لا يمكن إثباتها من أي طريق لأنها تتحدث عن علم الأئمة بما في داخل نفسه هو كان فمع ذلك يعتبروا هذا ثقة ويأخذوا الروايات إلا أن الكشي أبو عمر الكشي صاحب كتاب معرفة الرجال هذا كان في القرن الرابع الهجري أواصلة القرن الرابع الهجري توفى هذا أول من كتب في علم الرجال عند الشيعة الاثنى عشرية ذكر في ترجمته ترجمة أبي هاشم الجعفري أن روايته تدل على ارتفاع في القول يعني هذا كان مرتفع يعني غلو يعني مغالي كان ارتفاع في القول يعني غلو وهو يعني كان مغالي يعني هذا الشخص كان خرافي كان مغالي وكان يألف القصص والروايات هذا الكشي أولا الطوسي اللي إجاب بعد مئة سنة ذكر في ترجمته في الفهرس عن هذا أبو هاشم الجعفري أنه كان مقدما عند السلطان هذا كان مع السلطة فهو كان يدعم هذه الرواية ويدعم هذه الرواية وحتى رواية وجود الولد إذن هو كان يدعمها هو يألفها هو يسويها والسلطة لها دور نفهم من ذلك أن السلطة العباسية كان لها دور في صناعة النظرية الاثنى عشرية وصناعة فرضية أو أسطورة وجود الولد للإمام العسكري وهتان الشهادتان الكشي والطوسي تخدشان تخدشان في عدالة أبي هاشم الجعفري فكيف تقبل شهادته بعد ذلك ونقول لرواياته وقال موجود الإمام الثاني عشر وكيف يمكن بعد ذلك أن نطمئن إلى رواياته الغامضة والمشكوك فيها أصلاً روايات غامضة عنده ومشكوك فيها في نفس الوقت وأن نصدق دعواه بوجود ولد للإمام العسكري وأنه الإمام المهدي هذا وهو ناعب عن هذا الشخص خاصة إذا ثبت أنه كان يدعي النيابة عن ذلك عن ذلك الولد الغائب الذي لم يظهر له أي وجود طيلة أكثر من ألف عام وقعنا في هذا الجو الخرافي الأسطوري وكيف يمكن أن نعتبر الجعفري شخصاً موثوقاً ونسلم برواياته في موضوع شائك كموضوع وجود ولد الإمام العسكري الذي لم يعترف بهذا الأمر أمام الناس ليكونوا حجة عليهم يجي بالسر يقول والله عنده ولا تقل بالمدينة شوفوه شوه الكلام هذا ألا يجدر بنا أن نقول كما قال الشيخ الطوسي في الرد على روايات الفرق الشيعية الأخرى التي دعت مهدوية وغيبت عدد من أئمتها وكانت تؤلف الروايات والأحاديث وجاءت بروايات مختلقة أو ضعيفة الطوسي ماذا يقول عنها يقول هذه كلها أخبار أحد ليس أخبار متواترة لا يعول على مثلها في هذه المسألة لأنها مسألة علمية لازم يكون بها ألم يعني وذا ما عدنا ألم فما يمكن نأخذها الروايات الشيخ المفيد أيضا نفس الشي يقول يقول أخبار الأحاد لا تفيد علما ولا عملا فهذه القصة اسمان هذا أبو هاسم الجعفري من نقراها وشوين نتأمل فيها ونعرضها على القرآن نعرضها على العقل نعرضها على التاريخ الأكيد المتواتر فنشوفها حكي مصفط يعني هذا بالحقيقة إن كل تلك الدلائل التاريخية تشير إلى عدم وجود ولد للإمام العسكري الدلائل الدلائل التاريخية تنفي هو نفس الحسن العسكري يقول أنا ما عندي ولد أهل بيته كان ينفون الشيع راح وفتش وبحث وحقق ونقف وما وجد أي أثر وإن القول بوجود ولد له تم بعد وفاته على سبيل الافتراض الفلسفي الظني مو أكيد مو شيء علمي وحقيقي يعني وكان يلف القائلين بذلك حث اللي قالوا يلف ذول النواب الأربع أو غيره مثل هو هذا أبو هاشم الجعفري يلف القائلين بذلك شك كبير لوجود مصالح مادية لهم لأن هم كانوا يدعون النيابة ويأخذون الفلوس بعد وكان بعضهم يحتج بالروايات الجعفري وهذا الجعفري لم يدعي رؤية الولد أو اللقاء به بس يقول أنا سألته هو قام يتكلم ما أسهل الكلام هذا يقول إيه والله صحية أنا فأي يوم سألته عندك ولد قال لا هذا ما عندي بس سيصير عندي ولد بعد سألته مرة ثانية ها وين عندك ولد لو ما عندك قال إيه عندي ولد قال وين تلقى بالمدينة هذا كلام ما يدل على أي شي هو أساسا لم يدعي رؤية الولد ولا اللقاء به فضلا عن وجود الشك بشخصه وبرواياته هذا أبو هاشم الجعفري المليئ بالغلو والمعاجز الأسطورية شوفوا هذا يعني نموذج واحد من النموذج الأخرى نفس الشي كلهم كان يساوون كلام مثل هالكلام قصص ومعاجز والمغايب وشفت وقال لي وقلت لك ورواية من هنا ورواية من هناك بعدين اجي الشيخ المفيد ورميد سنة 150 سنة رتب هالقصص وسواهن يعني فنظر لهن وقاعمة مسابقة بأسماء الأئمة واحنا اجينا بعد 1200 سنة وصدقنا بكل هال خزعبلات بالحقيقة وهالأساطير وهالخرافات وسواناها دين وبعد أحد يتكلم معنا أسأل قامت الناس ممكن ما يعرفون لا قارين لا دارسين بس بالحوزة أنتوا علماء الرجال وعلماء الأصول علماء الحديث وينكم ليش متبحثون في الأمور ليش متنقبون وتحققون وتدققون مع الأسف الشديد يعني المفروض في الحوزة تكون حوزة علمية مو تنام على الخرافات والأساطير فتصبح حوزة أمية خرافية وهذا ما الآن نريد منها نحن نطالب طلاب الحوزة بالحقيقة القيام بأبحاث جدية في هذه الأمور اللي هي أساس ما يسمى بالعقيدة العقيدة الاثنى عشرية هذه عليكم أن تبحثوا وتدرسوا وتدققوا وشوفوا بعدين بس المصالح تمنع من ذلك يعني الآن المراجع يأخذون خمس وكل الحوزة عايشين على الخمس على صفرة صحب الزمان كما كان يقول ذاك الصديق يقول نحن عايشين على صفرة صحب الزمان ناكل خمس بإسمه أنت تريد تلم هاي صفرة شلون ناكل بعدين من وين ناكل هذا هو السؤال المهم بالحقيقة الذي أو الأمر الذي يمنع الحركة الفكرية يعني المال هذا صحت الحرام اللي يأخذوه يمنعهم من التفكير بصورة مستقلة وبصورة موضوعية وبصورة صادقة فيعيشون على الخرافات وينشروها وشكل ماعد مفلوس أيضا يصرفون في دعم هذه الأسطورة فالآن شوفون حوالي 700 كتاب 699 كتاب الآن خلال 10 سنوات 20 سنة مكتب السيد السستاني حاط في موقعه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي حاطين 91 كتاب هم مألفين ومئات الكتب الأخرى الآخرين مألفيها وحاطيها أدن في الموقع وبعضهم ترجميها إلى أدة لغات فارسية وإنجليزية وكذا طيب ما هو الهدف من ذلك هل أثبتت وجود الإمام هل خرج الإمام يعني هل ظهر وبعدين يجون المشايخ أسعتذت في الحوزة يجون يقول لك الإمام هو محيط مثل هذا الشيخ الأيرواني يقول الإمام مهدي يحيط بالكون ألمه يحيط بالكون بالكون كله ألمه يحيط بالكون ويعرف الناس بالأرض كلهم ماذا يفعلون حركاتنا وسكناتنا طيب نقول لماذا غايب يقول لا أعرف لماذا غايب هذا فالشي سر من أسرار الله يعرف فقط وهذه مسألة غيبية آمنوا بها بدون ما تسألوا هذا منطق هذا ليس منطق علمي ليس منطق علمي هذا أنتو علماء حقيقة عليكم أن تبحثوا في هذه الأمور حتى تميزوا الأحاديث الصحيحة والتعليخ الصحيح عن الخرافات والأساطير يمكن ما لدينا أمل أن الحوزة تقوم بذلك الأمل معقود بكل واحد منكم كل واحد يسمعني الآن من المثقفين من المؤمنين المخلصين المحبين لأهل البيت أن يبحثوا ويدققوا ويدرسوا الأمور لا تعولوا ولا تقلدوا أصلا التقليد ما يجوز في العقيدة كما يقولون فلا تقلدوا أحد ولا تنتظروا من الحوزة اللي عايش على أموال ما يسمى الإمام المهدي أن تقول لا هذا ما موجود يعني عزلون دكانهم بعدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعتذر عن متابعة التعليقات في البث المباشر لأنه لا أستطيع أن أتابع هذه التعليقات ولكن أنظر فيها بعد ذلك وإذا كان هناك نقطة تستحق الجواب أو تستدعي الجواب فإن شاء الله أجيب عنها في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته